الاهلي كان عنده مشاكل في الشوت الاول وتفاجئ باسلوب لعب ميدياما فريق ميدياما طالق شرح لنا يعني ازاي فريق ميدياما قدر ان هو يعني رقب موجود فرص للاهلي في الشوت الاول ولكن ازاي كولر تفاجئ باسلوب لعب ميدياما هو بقدر الامكان ميدياما حاولوا اللي هو ما يصعبوا الماتش على الاهلي بشكل كبير بالنحية التاكتيكية وده اللي احنا نشوف دلوقتي بالتاكتيكالباد لو جاهز معنا هنشوف ان ازاي ميدياما هم بيدفعوا بالطريقة بتاعتهم كانت بتصعب الدنيا على الامور الدنيا اتصل على الاهلي بشكل كبير جدا الاهلي هو معاه القرى دايما بيلعب الاربعة ثلاثة ثلاثة وبيحاول اللي هو يخلي التلات مهاجمين الاتنين في الجناحين فاتحين على الخط وراجل المهاجمين في نص المرعب والاتنين الثمانيات زائين لفوق وبيبدأ يبني اللعب المرونة عطية قدام الاتنين السنتر بكات وازهرة الجنب دايما موجودة في الاماكن دي واللي كان بيحصل الني ميدياما كانوا دايما بيحاولوا وهما يلعبوا من ثمان على الثلاثة لعيبة اللي موجودين في العمق عند بداية الهجمة وفي نفس الوقت الاثنين الثمانيات trailers موجودين في نص الملعب الروحنا بالصور هنشوف ازاي ميدياما هم بيدغطوا بالطريقة بتاعتهم كانوا دايما بيلعبوا بخمسة اتنين واحد اتنين دايما فيه اتنين مهاجمين زائين على اثنين السنتر بكات ودائما في راجل زي على الراجل المراستة بتاع الاهلي وبيسيبوا واحد من الفول باكس يستلم الكرة في الحتة دي واول ما الفول باكس بيستلم الكرة على طول لازم واحد من الوينج باكس يطلع اللي ناحية الكرة يقابله في المكان ده رحنا بالسرعة اللي بعد كده هنشوف ان دائما من الوينج باكس لناحية الكرة طالع علشان يقابل كريمي الدباس في الحتة دي وما يخلوش يستلم الكرة وبيبدأ خط الدفاع اللي هو يزوق السنتر باك لناحية الكرة بيزوء كأنه باك يمين ولوينج باك العكسي بيزوء كأنه باك شمال كأنهم بيلعب أربعة وراء وبيخلوا إن الأهلي ما عندوش أي فرصة لو يطلع بالكرة في المكان ده ومبيفيش أي حل من حدول التمرير لو روحنا بالسرعة اللي بعد كده هنشوف إن في الجنب التاني نفس الكلام بيحصل ولوينج باك لناحية الكرة بيطلع يضغط من فوق على الباك يمين بتاع الأهلي بقية الناس بتزوء في الجنب اللي في الكرة عشان يمنعوا لهم يتدرجوا بالكرة من المكان ده وبيقدروا لهم يمنعوا الأهلي من اللي هو يوصل لمناطقهم لو روحنا بالسرعة اللي بعد كده هنشوف إزاي هما لما كانوا بيقفوا في نص ملعابهم لو كانوا لما كانوا بيرجعوا عند التلت الدفاعي بتاعهم كانوا دايما بتحولوا لخمسة ثلاثة اتنين وكانوا بيحاولوا لهم ده يقول مسحات قدر الإمكان عشان يمنعوا الأهلي من اللي هو يوصل لمرمقهم محمد الشناوي ميدو فيه تحول الشناوي يعني في تحول كبير في أداؤه في تحول كبير حاصل في الفترة الأخيرة وفي تطور بشكل كبير وجدا واضح على مستوى وده راجع ميدو اللحاجات اتغيرت في الشناوي هو تطور فيها بالزادة هو مواقف في الواحد على واحد الشناوي في الأول في الواحد على واحد كان بيستخدم استراتيجية استراتيجية أو تكنيك بيستخدم في الواحد على واحد اللي هو بيينجاج الانجاج عند راكت التكنيك اللي كان بيستخدمه اللي هو كان بيعمله فيه اللي هو يطلع من جونه قابل المهاجم اللي جاي وبعد كده يستنى الشوطة تتشاط وبعد كده يبدأ ياخد رد الفعل بتاعه التكنيك اللي هو بيستخدمه ده بيقتل الرياكشن تايم بتاعه بيخليه اللي هو دايما لما يحاول يعمل التراي أو يحاول اللي هو يصد الكرة بيروح متأخر وبيخلي دايما القرة بتبقى مسابقة بفرق كده الزمن لو رحنا للصور اللي معانا عن محمد الشناوي هنشوف ان في ماتش بيراميدز من السنة القابل اللي فاتت محمد الشناوي بيستخدم التكنيك بتاعه طلع ووقف على رجله كان فيه صورة قبل دي وهو طالع من أول ما طالع من الجول بتاعه طلع ووقف على رجله واستنى لغاية المهاجم مشاطر الكرة ابراهيم عادل وبعد كده حاول اللي هو يتحرك علشان يصد الكرة وده اللي خلال اللي هو لما أخذ الفعل بتاعه كانت الكرة أصلا عديته ودخلت على الجول اللي حصل ان الشناوي غير التكنيك بتاعه غير الاستراتيجية بتاعته وبدأ يستخدم تكنيك تاني اسمه اللي هو سموزر اند سبريد اللي هو بيطلع بيبدأ يفرد جسمه على الأرض بالعرض علشان يقفل كل الزوائل اللي ممكن يشوت منها اللعيب المنافس وده اللي بيستخدمه أليسون في ليفر بول أليسون في ليفر بول يميده الموسم اللي قبل اللي فات تلاتين في المية من الجول أصلا اللي جات في البريمير ليج في الموسم اللي قبل اللي فات كانت بسبب مواقف واحد على واحد وانفراداتها على حراس المرمة أليسون كان هو أكتر حارس في البريمير ليج بيصد كور من الانفرادات كان الابوف افريج بتاعه 8.2 وده أعلى من المتوقع بفرق 8 جوال أليسون السنة اللي فاتت في البريمير ليج يميده اتعمل عليه اتعمل عليه 43 حالة واحد على واحد صد منهم 26 موقف وده برضو الرقم الأعلى في البريمير ليج بسبب استخدامه للتكنيك ده محمد الشناو السنة دي مع الأهلي بدأ يستخدم نفس التكنيك اللي بيستخدمه أليسون وده اللي خلاه يتطور بشكل كبير جدا ويصد عدد مواجهات فردية وانفرادات مع المهاجمين بتاعه الخصوم أكتر من كده حصل مع منتخب مصر شوفناه في ماتش اسريليون وفي ماتش الجزائر وحصل كمان مع الأهلي في الماتش الفاي بتاع مدياما بانفراد حصل في ديئة 9 كان الانفراد ده لو كان جاجل كان هيصعب الماتش على الأهلي بشكل كبير جدا هشام رأيك كيف كلام طارق طبعا هشام كان جول كيبر يعني في نادي الزمالك وبيفهم في مركز حراسة المرمو بشكل كويس جدا رأيك كيف كلام برس انا مبسوط من طارق مش عشان طارق حبيبي لكن هو جاب حتة مش اي حد يهرشها خلي بالك ان هو هو محلل عشان كان بتطلعه معنا في برنامج لأ لأ خلي بالك هو دخل في حتة حراسة المرمو لان هو بيتكلم في حتة مهمة جدا لان لو انت لاحظت اللي هو قاله بالزبط واكتر حاجة ثبتتها الصورة اللي جابه وقت بيرمز ان كان الشناو بيطلع بيبقى رد فعل لكن هو دلوقتي بقى بيوجه اللي داخل عليها الكورة ان هو ما يبقاش عنده غير اوبشن واحد بيقفل عليه زاوية وخلاص بيخليها تعمل في زاوية معينة لكن قبل كده كانت زاويتين بيبقوا مفتوحين له بتكنيك محدش هيعرف يشرحه دلوقتي ولكن انا بصراحة يعني بقولها ان هو جاب القصة بشكل زاوية عشر عشر الشناوي بطل بجد والشناوي يعني انا بصراحة يعني يعني انا بحبه جدا انا على فكرة ما قبلتوش على المستشخص اللي مرة ولا مرتين لكن انا بحبه جدا لانه فعلا بيطور من نفسه كله فيها اخطاء لكن هو يبركز يبركز